اهلا بكم مشاهدين واخر فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد هنتكلم فيه عن الحالة الامنية في مصر خصوصا بعد التفجير واللي كانت بداية الاعلان عن نتائجه انه تم عن طريق انتحاري فجر نفسه عند باب الاوتوبيس خلونا نتكلم عن الوضع الامني وتدعياته وازاي نحل مشاكله دلوقتي من غير ما نخش فيه مخالفات لرجال الشرطة مع ضفنا اللي مشرفنا لواء دكتور عبدالصمت سكر الاستاذ باكاديمية الشرطة والخبير الامني والاستراتيجي صباح الخير فاند صباح الخير بحضرك في البداية عايزين تعليق من حضرتك على المشهد السياسي المصري الآن بسم الله الرحمن الرحيم أنا بسرعين أن أكون في لقاء مع حضرتك وبرحب حضرك وستاذ المشاهدين المشهد السياسي الآن نحن شايفين الحمد لله رب العالمين هناك حراك سياسي وحراك اقتصادي أيضا بيشهد المجتمع حاليا من خلال الزيارات المتبادلة اللي قام بيها وزيري الدفاع والخارجية إلى روسيا وأثمرت عن عقد العديد من الاتفاقيات المتعلقة بالاتفاقيات العسكرية التقنية وأيضا اتفاقات في بعض المشاريع الاقتصادية وأيضا على الجانب الآخر هناك زيارة من مسؤول كبير أمريكا أيضا إلى مصر وده مطلوب حقيقة في الوقت الحالي أن يكون هناك حلفاء وجدد وأيضا نحن مصر من الذكاء السياسي حاليا دلوقتي أنا أعتبر أن مصر يتمر بمرحلة هامة فارقة حاليا دلوقتي في تنوع الحلفاء وأن يكون هناك أكثر من حليف لمصر ومصادر مختلفة للمشاريع الموجودة على مصر أيضا هناك حراك اقتصادي من جانب الحكومة متعلق بعقد بعض وإبرام العديد من الاتفاقيات المتعلقة بإيجاد مناطق حرة اتفاقيات متعلقة به مع الصين ومع روسيا مع البرازيل مع العديد من دول العالم في النهوض بالنحوة واحدة الاقتصادية وده شيء كويس جدا هذا الحراس بس لو تكلمنا تحديدا على زيارة روسيا حضرتك بتشوف ده تأثيره على السياسة الخارجية إزاي خصوصا بعد اللي احنا قريناه على أنه الجيش في الفترة اللي فاتت عوض مصادر القطع الغيار بالذات وهي دي كانت المكون الرئيسي تقريبا للمعونة الأمريكية لمصر وهي قطع غيار السلاح فقرينا أنه عوض ده من مصادر أخرى وأنه في اتجاه لتحديث السلاح في الجيش بحيث أنه ما يبقاش الجيش مربوط تماما بالجانب الأمريكي ده حقيقة زي ما حضرتك أشرت وده أنا بعتبر هو ذكاء من قبل السياسة المصرية وأيضا من قبل سات المشير عبدالفتاح السيسي أنه لا يعتمد على مصدر واحد هو المصدر الأمريكا ومعروف أن أمريكا هي الحليف الاستراتيجي لإسرائيل وبالتالي أنت ما كنتش أبدا تتخيل أنه ممكن أمريكا ستديك سلاح إلا إذا كان هذا السلاح يقل كفاءة وتقنيا وتكنولوجيا عن السلاح اللي هو بيروح لإسرائيل حتى تضمن التفوق الكمي والنوعي والتكنولوجي الإسرائيل على المنظومة التسليح المصرية وأيضا العربية لكن حضرك لما يكون عندك أكثر من مصدر لتنوع الأسلحة فده بلا شك بيعطي المصر القوة بتقدر أنك على الأقل أنك أنت بتستطيع الحصول على بعض الأسلحة ذات التقنيات العالية اللي أنت على الأقل تحقق بالنسبة لك أنت سلاح رضع بالنسبة للعادو فهنا بنقول أنه مطلوب تنوع مصادر السلاح أيضا الاتفاق مع روسيا بالنسبة للتقنيات العسكرية الفنية بالإضافة لها أننا زي ما حضرك أشرت أننا عندنا معظم السلاح بتاعنا هو سلاح أساسا روسي وبالتالي كان فيه مشكلة في الحصول على قطع الغير بتاعته النهاردة أصبح الطريق ممهد أن أنت تطور هذا السلاح وأن أنت تحصل على قطع الغير بتاعته بأرخاص بأسعار تقل كثيرا جدا عن التمويل الأمريكي لأن أمريكا هي لما بتمولنا بمليار و300 مليون دولار سنويا بتفرض عليك تسليح معين وتقول لك هو التسليح دقمته كده لكن أنت النهاردة في حرية في مساحة أننا لا نهدر أمريكا ولا أننا بنستبعد أمريكا من المشهد ولكن نضيف حليف آخر وهو الحليف الروسي حتى يكون هناك نوع من التوازن لو كلمنا عن الوضع في سيناء وطبعا التفجير اللي حصل من يومين شغل زهن الناس كلها وتأثيره طبعا على السياحة والأبواق الإعلامية اللي شغالة برة لمصلحة الإخوان الإرهابيين ووصول التعامل مع الإخوان إلى مرحلة التفجيرات والاختيالات خلينا نبدأين نتكلم عن سيناء قبل ما نتكلم عن الوضع الداخلي بالنسبة لسيناء خصوصا مع اتفاقية السلام والدخول الغير مسبوك للجيش المصري في سيناء هل تشوف الوضع في سيناء وصل فيه خصوصا مع نحن كل يوم بنسمع عن أنفاق تدمر وعن كميات كبيرة من السلاح وتحديدا جديدة ودخول أنواع جديدة ما كانتش موجودة قبل كده زي الإجلة اللي الدرب به الهليكوبتر الفترة اللي فاتت الوضع الأمني في سيناء حضرتك تقييمك لي ومجهودات الجيش حضرتك طبعا نحن بنواجه لابد أن نعترف أن نحن بنواجه إرهاب منظم إرهاب دولي تنظيم دولي يقوم بتخطيط وتنفيذ بعض الأعمال الإرهابية داخل مصر سيناء يمكن شهدت خلال المرحلة السابقة في عهد الحكم الإخوان لابد أن نعترف أن كانت هناك خروقات للحدود بتاعتنا تحت غطاء القيادة الإخوانية دي أمر طبيعي فيه خروقات كثيرة جدا كانت على مرأة ومسمعة ولكن لا أحد كان يستطيع أن هو يتحدث فيها وأيضا كان هناك بعض الجماعات التكفرية سمح لها بالدخول أيضا سمح أيضا بدخول إلى سيناء إلى بعض قيادات تنظيم القاعدة ويقال أن هناك ما يقرم طبعا ده كله مفلوغ منه فلوضع في اللحظة دي لكن حضرتك نحن دلوقتي بصدد إرهاب منظم إرهاب دولي إرهاب لا يفرق بين ضحية وأخرى إن الإرهاب معروف له أهداف بيغلب عليها الطابع السياسي وبالتالي هو لا يفرق في الضحية بخلاف واحد جريمة أخرى المعروف في التحديد الضحية سمدم ده هو منائي الصياح منائي نواية الصياح ما يفرقش الضحية حضرتك أنا لا أقصد هنا الضحية من جنسيت إيه يعني مش ما يفرقش دي ضحية ده جنسيتها كورية ولا جنسيتها أسبانية ولا بريطانيا ما يفرقش وبالتالي هو ده بيعمل خلخلة المقصد منه هو وجود خلخلة في الجهاز الأمني المصري وأنه عايز يظهر الدولة المصرية بأنها دولة عاجزة عن مكافحة الإرهاب ولكن نحن نقول أن الأمن المصري حقيقة والقوات المسلحة نجحت بدرجة كبيرة جدا 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 ولابد أن نعترف في القضاء على البؤر الإرهابية الموجودة اللي كانت موجودة في سيناء بكثرة وموجودة في الدولة بكثرة هناك مطاردة لهم واستمرارية لهم وفي تخدم في هذه العملية بس في نقطة نأضفها في الجزئية دي حضرتك أننا لابد أن نعترف كدولة وشعب أننا بصدد إرهاب عدو خفي لأن أنا لما أكون بحارب عدو ظاهر بالنسبة لي بيبقى فيه سهولة في التعامل معه لكن أنا النهاردة كلما بضيق الخناق على هذه الجماعات الإرهابية فهو كلما بيفكر فيه أسلوب أو أداة أو أدوات جديدة بحيث أنه هو يقدر يرتكب بها بعضها وده بيخلينا نركز أكتر على الحادثة أنه كان لسه الأوتوبيز كارج من الكنين وإزاي نقدر نكافح هذا النوع من العملية حضرتك إحنا مجابهة عموما العمليات الإرهابية لابد أن يكون هناك تدابير تسمى بتدابير المكافحة وهناك تدابير المنع التدابير حضرتك المكافحة التي تأتي قبل وقوع الحدث على الوزارة أنها تحدث المنظومة الأمنية بتاعتها تستعين بأجهزة ده بالنسبة لأحنا هنا بنتكلم على الجيش أو بنتكلم على الداخلية عموما الجيزة الداخلية حضرتك في مثل هذه العمليات الإرهابية أننا المفروض أول حاجة أننا المفروض أساسا هو في تعاون المفروض يعني تعاون في ضوء المواثيق الدوليين متعلقة بمكافحة الإرهاب ويمكن في المجتمع الدولي بيشهد حوالي أكثر من 14 اتفاقية دولية متعلقة بمكافحة الإرهاب وتعاون إلى آخره بما أننا هنا نتكلم عن وزارة الداخلية وزارة الداخلية لديها مشاكل كثيرة وبيتقال من زمان إعادة الهيكلة محدش بيقول لنا إعادة الهيكلة دي مفروض تبقى عاملة إزاي ولسه كنت بتتكلم في الفخرة السابقة مع عضو المجلس القوامي لحقوق الإنسان صلى جورجي الإسحاق أنه في بلاغات بالتعامات بتعذيب والداخلية بشكل رسمي بتنفي وبما أننا نتكلم عن ده وحضرتك خبير في ده مشاكل الداخلية حلها يبتدي منين وحضرتك حلها على الأرض لا ما أنا أقول لحضرتك الداخلية هي جزء من المجتمع والداخلية منوط بها العديد من المهام الحفاظ على الأمن العام والصحة العام والسكنة العام والأدب العامة إلى آخره طبيعة العمل الأمني هو طبيعة شاقة وطبيعة هامة وحساسة وذات حساسية نحن بنرقب أي عمل تصرف أمني نحن لا نرقب الإيجابيات المتعلقة بالأمن أكثر ما بنرقب إحنا أي انتهاك ممكن يقع من فردك حالات فردية بيقع الانتهاكات دي مش هقول لحضرك لا يمكن أن أنا أقول ما فيش انتهاكات موجودة فيه انتهاكات ولكن هذه الانتهاكات هي انتهاكات حالات فردية وهذه الانتهاكات حينما يتم الإبلاغ عنها أو كشفها وزارة الداخلية بتكون حريصة جدا 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 أنها تأخذ إجراء قبل الأشخاص الأشخاص اللي هما بفهم ما أنا بقول لحضرتك الوضع القائم حاليا أنه فيه اتهامات والداخلية بتنفي الوضع يعني الوضع تدايب شريح بفترة سابقة بمعنى أنه طيب إذا كان فيه ده وموسق ومحاضر إيه الإجراءات المفترض أن هي تتخذ من وزارة الداخلية غير النفي غير النفي حضرتك حضرتك لما تقول كلمة اتهام فالاتهم ده يعني معنى أنه ليست إدانة يعني أما بتهم لا أحد تسأل أنه إدانة لا الاتهم قد يصب في خانة الحقيقة أو في خانة الخطأ ممكن أن أنا بتهم الاتهم ده وأنا بقول أن المتهم بريء إلى تذبط إدانة ونفس القصة والله على وزارة الداخلية من خلال الأجهزة الرقبية بتاعتها أنها تتحرى هذه الانتهاكات إذا ما كان هناك انتهاكات وأعتقد أن وزارة الداخلية بتكون هي حريصة جدا جدا على أنها تأخذ إجراءاتها وخطابات قبل أي حد من المتهاكين أيضا هناك منظمات حقوقية يكون لها دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الموجودة في مصر أنها عليها أنها تقوم بالانتقال وأن تتحرى أيضا مدى صدق هذه البلاغات لأننا ما أخدش البلاغ كده أنه هو ده اتهام وإدانة دون التحري ودون أننا أعرف إذا كان البلاغ صادق أو غير صادق أيضا هناك النيابة العامة الرقابة بس الست اللي هو فيه حاجات على أرض الواقع وما نسمع عنه عن حفلة الاستقبال والحاجات دي يعني دي حاجات متعارف عليها وبنسمعها طول الوقت والناس بتقولها وي 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 وبيتم نفسها بشكل رسمي إزاي نقدر نخرج من هذه الدائرة المفرغة إزاي نقدر نحل مشاكل الداخلية بمعنى أنه بأي منطق مثلا تم القبض على سيدة حامل في الشهر التاسع ويتم تقيدها وهي دخل غرفة العمليات يعني بمنطق أنه حتى لو ده 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 من ضمن اللوايح قانونيا فهي مش هتجري وأنه حتى إنسانيا فإزاي نقدر نخرج من المنطقة دي منطقة النفي ومنطقة الاتهامات ونحل الأزمة نبتلي نحل مشاكل الداخلية النقاط اللي احنا محتاجين نصلحها في الداخلية إيه؟ وحضرتك هي موضوع أساسا هو مترامئ الأطراف متعلق بعناصر بشرية موجودة متعلق بقيادات أمنية موجودة متعلق أيضا بتقنيات ومتعلق بإمكانيات ومتعلق بعمليات توعية وإجراءات وإجراءات حضرتك النهاردة إحنا أمام قانون مرجعاتنا قانونية مرجعات قانونية أنا أنظر من البداية هل حالة القبض تمت بموجب إجراء قانوني؟ أم لا؟ إذا تمت بموجب إجراء قانوني أنا هنا لا غبار إذا حدث أن هناك حالات قبض عشوائية تمت فهنا تقوم المسائلة هذه جزئية الجزئية الثانية اللي احنا أيضا بنناشئ من خلال هذا المنبر الإعلامي وزارة الداخلية وأنا أعلم تماما أن وزارة الداخلية ضارعة تماما في أن هي في حماية حقوق الإنسان من خلال أكاديميات الشرطة الموجودة فيها من خلال الندوات من خلال لجنة عليا لحقوق الإنسان موجودة من خلال أنهم عملوا منصقين لحقوق الإنسان موجودين في كافة المراكز والأقسام في مديرات الأمن وبتتلقى شكاوى وبتقوم مزارة الداخلية بالتحقق من هذه الشكاوى إلى آخره. ولكن لابد أن ندرك تماما بأن المتهم له كافة الحقوق المنصوصة على الموثيق الدولية والتشريعات الداخلية التي تضمن لها حقوق بالقانون. بموجب القانون. ليس معنى أن هناك شخص قد اتهم في جناية. سواء كانت مقدرات أو قتل أو إرهاب إلى آخره. أنه فقد حقوق. لا. حقوق الشخص. وخاصة عقب أن يتم القبض عليه. وأصبح قيد الأسر. أصبحت له حقوق كاملة. حقوق كاملة متعلقة بحقه في الحياة. وحقه في الرعاية الصحية. وحقه في عدم التعذيب. وحقه في عدم الإهانة. إهانة كرمته إلى آخره. هذه هي المفروض تكون رسالة الداخلية حاليا دلوقتي من خلال القيادات بتاعتها. من خلال وسائط المجتمع. خلال أن هي. وأعتقد هي الآن حاليا دلوقتي وزارة الداخلية بتعقد دورات. بتدرس مادة حقوق الإنسان في الأكاديميات الشرطة. الدورات هل بتدرس إلى العساكر المجلدين؟ لا. بتدرس حضرتك في الدورات لضباط الشرطة. بتدرس إلى طالبة كلية الشرطة. نفسه في مادة حقوق الإنسان. بتدرس وبالنسبة للعسكري اللي بيتعامل مع الموطن. هل بيدرس له ده؟ وهل هو على دراية به؟ يعني أكيد لو كان إلا أبض على حامل في تسعة شهور. أكيد لو كان عارف ده أكيد ما كانتش يبوض عليها. هو حضرتك إذا كان هناك أمر بالخبض فهو هيقبض. طالما أن القبض بتاعه سليم. هيقبض سواء حامل أو غير حامل. ولكن هي الفكرة كلها قد. هو هل هو عارف أنه حامل ولا مش عارف؟ ما نقدرش نعرف أنه نقول إنه عسكري بالفهمية بتاعته. معلش ممكن برضو حضرتك أنه هو. طب لو عارف أنه حامل ما عندوش هو الوعي والإدراك كيف يتعامل مع إمرأة حامل. طيب. لمجندنا الطيبين اللي بيشتغلوا بيبقوا في الشرطة. وبينفس وأنه هم يعني بيبقوا عارفين أنه هم بيبقوا الذين لم يقبلوا في القوات المسلحة في حوالي 300 ألف بيروح لوزارة الداخلية. هل حضرتك بتشوف أنه المفترض إنه نأهله من أول وجديد ولا نطلب دفعة متخصصة ولا إحنا المفترض إنه نعمل إيه؟ الحضرتك هو يجب أن وزارة الداخلية اللي بتتعامل مع مؤسسات وبتتعامل في الشارع وبتتعامل مع مجتمع ومع مواطنين حقيقة هناك قصور في موضوع التجنيد. ولكن يجب أن ينظر إليه. موضوع التجنيد يجب أن هو على الأقل الشخص اللي هو بيجند تبع الداخلية. يجب أن يكون عنده نوع من الثقافة شوية. على الأقل أخذ واحد معها عددية. طيب النهاردة حضرتك بتقول بتشير إلى نقطة هامة جدا حضرتك أشرت لها. يمكن كان في أحد المرات في المصرحيات كده كان أحمد راتب بيقول لهم أنتو عارفين بيختاروا العسكار بتاع الأمن المركزي ده إزاي. فقال لهم في التجنيد كده بيجوا بيقولوا من اللي بيفهم يجي على اليمين واللي بيفهمش يجي على الشمال وبيقضل في النص وخبار حضرتك. يعني هو مع نزالك. وهم مع تحفز على المسأل لا ده أنا بقول لحضرك ده مسأل لكن أنا النهاردة إحنا محتاجين حضرتك أن فعلا أن يتم مراعاة أن مجندي الشرطة يكونوا على خلفية ثقافية شوية. على الأقل بيقدر يعرف يقرأ ويكتب. بالإضافة أن الشرطة أيضا أن تفاعل موضوع البرامج التوعوية لفئات المجندين. برامج التوعية المتعلقة بأداء دورهم. بأداء خدمتهم. هو قائم هذا البرنامج بالفعل. أنه بيوعي قبل كل مأمورية. بيجيب العساكل ويقول لهم خدوا بالكم إحنا طالعين مأمورية واحدين ثلاثة أول حاجة تحفظوا على نفسكم. تاني حاجة كيف تتعاملوا مع الناس إلى آخره. موجود ولكن هي محتاجة تفعيله. ومحتاجة توعية مستمرة. محتاجة توعية مستمرة لهذه الألفات. والوزارة الحمد لله إحنا غير زمان. لابد أن نعترف. ولا عودة. يعني الشعب لابد أن يدرك أن لا عودة إلى الوراء. لا عودة إلى الممارسات القمعية. لكن نحن بنسمع عنها زمان قبل الثورة. مش هتعود تاني. إحنا في ظروف قصية جدا جدا جدا. الأمن فيها مطلوب منه. يا أمن أنك كيف تحقق سلطان الدولة. كيف أن أنت تحافظ على الدولة. وأركان الدولة ودعام الدولة. وسلطة الدولة. وهيبة الدولة. وكيف أنك تحافظ على حقوق الإنسان. هذه معادلة صعبة. وكيف ليس جهاز أمني ناجح بنسبة 100% في أي حتى في الدنيا. دايما في نسبة. نحن نحاول نرتقي بيه. ونحاول نصلح القصور. طيب. بالنسبة لتصليح القصور. هل حضرتك شايف أنه نحن محتاجين دفعات متخصصة؟ ولا محتاجين الفترة اللي جاية الجريمة الإلكترونية مكفحتها وصلت فين؟ خصوصا مع الصفحات اللي بتحرد وبتتعو إلى القتل. وكل الصفحات اللي تخص الإخوان والتكفيريين. حضرتك شايف أنه الجهود الشرطية كافية؟ ولا إحنا محتاجين إيه في الجزئية دي؟ والله هو حاليا دلوقت طبعا الشرطة بتطور نفسها بما تواءم مع التدعيات الأمنية اللي بتشحتها الساحة الدولية والإقليمية والمحلية. بنجد أن مثلا موضوع الجرائم الإلكترونية بتجد أنها على طول مباشرة أكاديمية الشرطة من خلال توجه السياسة الوزارة. أنها بتحرص على أنها تقوم بتدريس الجرائم المستحدثة بما فيها الجرائم الإلكترونية. وأشكالها إيه وأنواعها إيه وكيفية ترتكبها. وكيفية أننا إلى حد ما أحجمها بما لا يتعارض مع حقوق الإنسان في الفكر والإبداع إلى آخر. لأن برضو أحنا أمام الجرائم الإلكترونية لما حتى على مستوى الدولي أو مستوى بعض العديد من الدول. دائما لما يجي حط ضوابط على استخدامات الإنترنت. دائما بيراع أن هناك موثيق دولية بتفرط قيود على أن تضع قيود على هذه الأمور. فحاليا دلوقتي أكاديمية الشرطة بتتطور. وزارة الداخلية بتتطور حاليا مع كافة تدعيات التشاة الساحة الأمنية على مستوى الدولي والإقليمي. بحيث أن هي تجاب هذه التطورات وهذه التحديات. بالنسبة لستراتيجية مكافحة الإرهاب في الوزارة. هل حضرتك شايفها نجحة؟ ولا محتاجة لسه تطوير؟ ومحتاجين إيه؟ خصوصا مع أنه ابتدى يتم الإعلان عن أنه القتلات بعد كده هتحط كاميرات. هل حضرتك شايف أن الجهود دي كافية في اللحظة الحالية؟ ولا إحنا محتاجين حاجات تانية؟ إحنا محتاجين نزود الكاميرات؟ ولا إحنا محتاجين نعمل إيه بالضبط؟ لا أقول لحضرتك أننا دلوقتي بصدد إرهاب منظم. وهذا الإرهاب زي ما قلت الحضرتك كله مضايق عليه كله. ما بينفوز لك من منفذ آخر. النهاردة أنت محتاج أن تضع استراتيجية تشارك فيها المؤسسات المجتمع المدني. كل معظم دول العالم عندهم ما يعرف. كل دولة. يعني أعتقد دول كثيرة جدا جدا جدا. عندها ما يعرف بيه. بتونشيء حاجة اسمها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. أو أين كان المسمى بتاعها. المؤسسة الوطنية المكافحة. اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. بتشتك فاة تبقى برياسة وزيرة الدخلية هذه اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. زي حضرتك. بس دي بتبقى مخصصة لمجابات الإرهاب. وتطورات بتاعته. وبعندها قاعدة كثيرة جدا من البيانات المتعلقة بالإرهاب. وأنواع واختلافات. والمستجدات اللي بتطرع الإرهاب. وهذه اللجنة الوطنية موجودة في معظم الدول. لجنة وطنية مكافحة الإرهاب. مؤسسة وطنية. مجلس مكافحة الإرهاب. هذه اللجنة بيشارك فيها بعض الوزارات. زي وزارة العدل. عضوية وزارة العدل. النيابة العامة. مؤسسات المجتمع المدني. مؤسسات الحقوقية. بحيث أننا بأشارك المجتمع تبقى ما تحت ما يعرف أن الأمن مسؤولية الجميع. وأن لابد من المجتمع نفسه أنه يقف بجوار الأمن في موجبات الإرهاب. لأن الأمن وحده لا يكفي. الأمن بيعتمد على مصادره. بيعتمد على تقنياته. بيعتمد على دعم مادة وتقني ومعناوي إلى آخره. ومن ضمن مشاكلنا في مصر من فترة طويلة. التكاتك اللي ملهاش أرقام. والغير مرخصة. والمتسكلات اللي ملهاش أرقام. والدخلية بتصدر قرار بتنظيم ترخيص الدراجات النارية ذات السلس عجلات. وبتنشره بالجريرة الرسمية. وتحديد أبعاد الصندوق الخلفي والجانبي. واشتراتها ترخصها لنقل البضائع فقط. ويمنع لأي أغراض أخرى. وسمعنا أنه باحتمال يتمينع أن المتسكل يركب عليه أثنين. بسبب الحوادث أنه فيه أحد ساق وواحد. والتاني بيدرب. والتاني بيدرب. تعليق حضرتك على الخرار الداخلية وجزئية. طبعا هو حضرتك هو قرار صائب. وزي ما بقول لحضرتك. إحنا بس مشكلتنا إن إحنا دائما تواكب المستجدات. ما هو حضرتك لما المستجدات بتكشف أو يتم استكشاف أمر جديد فالداخلية بتقوم على طول مهدود. زي إحنا ما بنقول كده خدوا بالكم الموضوع التكاتك. موضوع التكاتك ده قننها. لابد أن يقنن. وبالتالي ما التكاتك أيضا بيرتكب على جرائم أخلاقية وجرائم إرهابية إلى آخره. زي الدرجات. وحضرتك وحن عشان كده على الدولة أن تقوم بتقنين وضع التكاتك. على الأقل خد منهم ضرائب. اعمل له رخصة. خد منه مقابل هذه الرخصة والضرائب إلى أخير. بحيث أن الدولة حتى تستفيد. أنه أنت أطلقت العنان التكاتك موجودة تونة رقيب. ولا للأسف الشديد خارج الإطار السيطرة تماما بتاع الدولة. وموجودة بكاثرة كبيرة جدا. والدولة ما تستفدش منها حاجة حتى تبرخصها. وحدد لها مسارات سير. وحدد لها أماكن ومناطق معينة. واستفاد أنت. استفاد أنه يتفع دريبة. أنه يرخص الجد الدولة بتاعته. يبقى تحت عينيك وتحت القطك. وفي نفس الوقت تحط ضوابط على اللي بيقود التوكتوك ده. مش تسوي الأطفال صغيرين. فمرضة محتاجها. خلينا ننهي كلامنا بالكلام عن الوضع السياسي وانتخابات الرئاسة القادمة. اللي على الأبواب المتظرين. فتح باب الترشح لها. وحضرتك بتشوف المرشحين إزاي. وترشح المشير السيسي من عدمه. طبعا. إنما أتكلم كرؤية شخصية. رؤية شخصية أن باب حق الترشح هو حق أصيل وحق دستوري. وحق مكفول للجميع. أن أي حد ممكن يترشح. طالما انطبقت عليها الشروط والضوابط اللي هي المنصوصة عليها في القانون. النهاردة أعلن أن حمدين صباحي أعلن أن يترشح هذا حق أصيل له. وهو مطلوب أيضا. ليه في دولة يجب أو عليها أنه أو حريصة على ممارسة. إن لم يفوز فيكون معارضة قوية. وفيه ديمقراطية وفيه معارضة وفيه وكة نظر أخرى. لا نستطيع أن هناك مساحة شعبية جدا جدا لسات المشير عبد الفتاح السيسي. وهذه المساحة الشعبية لم تتولد من فراغ. الحب الجارف للمشير عبد الفتاح السيسي أتى نتيجة أن الشعب يعلم تماما أن هذا الرجل في يوم من الأيام وضع حياته على كفه دفاعا عن مصالح الوطن. وكان ممكن عادي خالص يستقيل أو يجاري القيادة الموجودة. وانتهت القصة على كده وتغرأ البلد. لكن الرجل كان وجد من العديد من المشاهد. اللي هي هتعرض مستقبل الدولة لخطر. وتعرض الأمن القومي بتاعها للخطر. وتقوتها من أركانها. وبالتالي الرجل وقف بجوار الإرادة الشعبية حينما خرجت لإزاعة هذا الحق. طبعا لك بتشوف إزاي قرار الفريق سامي عنام بالترشح. والله حضرتك هو دي حرية شخصية. هناك طبعا البعض يقول بأن هو يدعم الطيار كذا أو طيار كذا أو إلى آخره. ولكن هو حق أصيل له أنه ممكن يترشح. وبالنسبة لكلام عبد المنمى أبو الفتوح ووصفه للانتخابات بالمصرحية الهزلية. طبعا حضرتك هو فاقد الكثير من ملوش شعبية ملوش أرضية موجودة. وبالتالي هو عفوا أنه يصدر منه مثل هذه التصرحات. لأنه يعلم تماما بأنه ليست له شعبية. وأنه لو ترشح لن يحصل على أي نسبة من الأصوات أو نسبة ضئيلة جدا. ممكن يترشح عليها. وبالتالي ما فيش حاجة اسمها انتخابات هزلية. انتخابات تتم تحت إشراف خضائي. انتخابات تتم في ضوء ضوابط تحت رقابة دولية. منظمات حقوقية إلى آخر. ما لا يمكن أن أقول أن هذه انتخابات هزلية. إزاي أننا أقول انتخابات هزلية؟ وأكيد نحن في انتظار قانون انتخابات الرئاسة اللواء دكتور عبدالصمت سكر لأستاذ بكاديمية الشرطة والخبير الأمني والاستراتيجي نورتنا. الله يخليك أنت نورتنا. مشاهدينا دي كانت نهاية فقراتنا النهاردة. بكرة فريق عمل جديد. يا رب تبقى أيامكم كلها سعيدة. وبكرة أحسن طالما إحنا عاوزينه يبقى أحسن. صباح الفل يا أجدع شعب في الدنيا. سلام.